اشتركوا في القناة حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية اليوم نحن وإياكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك شهر الخير والطاعة نستقبله ببركة محمد وآل محمد وسيكون موضوع هذه الحلقة عن شهر رمضان شهر الإخلاق مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم أدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة حياك الله أحمد حياك الله بيك حمد الله مشاهدين الكرام في برنامجنا يوجد ثمان مكعبات وفي كل مكعب هناك سؤال يوجه لضيف هذه الحلقة حبيب أحمد والله المكعب الأول يسيلك اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك أحمد حسن محمد السكن كربلاء الروضتين عمرك 13 سنة المكعب الثاني سؤاله في أي مرحلة دراسية ثاني متوسط المكعب الثالث شنو طموحك العلمي طموح العلمي بأن أكون تخرج شسمه دكتور ليش اختارت تكون دكتور؟ أخدم الناس، الزوار، مواكب، أي شخص يحتاج أساعده المكعب الرابع يسيلك شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان هو شهر الخير والشهر التسامح والأخلاق وهو أعظم شهر لأن أنزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليك يا أنا حبيب أحمد مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليك شهر رمضان عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس يوجي لك سؤالة شلونك والصوم والعبادات؟ أنا الحمد لله من الظغر متمسك بالصلاة والصوم وهو يعني الشباب أكل ستشوفهم يعني كبارية بس يعني مو ذاك المتمسك يعني أنا أحب أنصحهم بأنه شوية يتقونوا يا رب العالمين تمسكهم بالصوم بالصلاة بالزكاة ومن هذن العبادات الدينية المكعب السادس سؤالة شنو من الأخلاق اللي تحب تصحح عند الناس؟ يعني شنو من الأخلاق اللي متلا تشوفها بشهر رمضانية من الناس؟ يعني مثلا هو يأكو هي مثلا يعني الشي الغيبة عن الناس مثلا ويعني يحكي قدامك شي بظهرك يحكي عليك مثلا وهو يأكو أشياء يعني صالبة إن شاء الله تصحح بشهر رمضان إن شاء الله المكعب السابع يوجي لك سؤالة ويقول شنو الأخلاق الحلوة اللي يتشفيتها بشهر رمضان أو راح تشوفها؟ أشوف أنا بشهر رمضان مثلا يتمسك بالدين كلش وقراءة القرآن والصوم والصلاة يعني شوفوا هواي مثلا شسمها ضاري حمام الحسين بكل ليلة ما شهر رمضان شوفوا هواي قرآن القرآن والصلاة مثلا دعيات شهر رمضانية ليلا شهر رمضان دعياتها ومنها ذني أما المكعب الثامن والأخير سؤالة شي تحب تقدم هدية لبا عبد الله الحسين عليه السلام؟ أحب أقدم له مثلا خدمة يعني أبسط شي أقدم لياه لأنه هو مام الحسين عليه السلام يعني ما هدية عظيمة ما تتصور مثلا نقول شكرا للك حبيبة أحمد شكرا مشاهدين الكرام مشاهدنا فاصل ونعود إلى مسك ختام هذه الحلقة عدنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة وحبينا نهديكم هدية بالختام ألا وهو حديث من حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا مكعبات رمضانية في أمان الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر